نرد الفعل اللي حصل بعد الحلقة دي من الناس اللي أصبح زي ما قلنا حديث القاهرة إحنا زي مش شايفين الأرامل الرجالة ناخد بقى شوية نور ونطلع كده فرحنين بص يا فندم لما صلتنا الدوق على الموضوع دوت القانون كان بيتم إعداده وكان فيه بنود كتيرة بس الحقيقة إحنا بعد إزاعة الحلقة الناس دي طبعا انشارت اللينك بتاع الحلقة على نطاق واسع جدا والناس كتيرة شافته يعني مش هقول إحنا كنا سبب أو ما كناش سبب أنا عايز أقول إن اللي الناس دي كان نفسها فيه هو حصل دلوقتي السيد المستشار القائم بأعمال بأعمال تجميع المواد القانونية أعلن إنبارح إن فيه مادة جديدة ظهرت إن الأب يبقى رقم اثنين بعد الأم في الحضانة سواء إحنا كان لنا دور أو ما لناش دور الناس دي ربنا جبر بخطرة أنا أنا بقول أنت عارف إيه أكبر دور ممكن يكون يتعامل يعني لإن هذا القانون إحنا عارفينه بيجري الإعداد ليه من فترة تقريبا وصلت لسنة وفيه بمشارك فيه على فكرة فيه عشرين ألف مقترح تقدم للجنة وفيه أطباء نفسيين وفيه قضاء على أعلى مستوى وفيه أسد زفع علم الاجتماع وعلم النفس لكن لإنتو عملتوه اللي كان ضجة فعلا إن وريته الجزء الخافي لمعاناة لإن محدش كان بيسلط الضوء أو في الإعلام على معاناة الأرامل من الرجال وهنا تسمحيلي أشكر فريق إعدادي المحترم وإحنا كمان بنشكره بالحقيق والأستاذ عبيرو وكل الفريق ناس بصراحة في قلب مصر هم في قلب مصر وأنا بصراحة من غير فريق العمل دوت ومن غير القناة المحترمة إلا أنا فرحان جدا إن أنا بنتمي إليها وطبعا الأستاذ طارق يعني هو أبونا الكبير الناس دي كان صوتها منسي والمادة اللي زادت ديت جبرت بخطرهم أنا عايز بقى